وجت المرحلة بقى الأشد صعوبة والأشد قصوى وهي التحق بكلية التب كان حلم حياتي من وانا صغيرة اني اكون طبيبة صابتي بالصمم لم تؤثر اطلاقا في هذا الحلم لكن زادته رسوخ التحق بكلية التب عين شمس طبعا مرت بالكشف التب يا عاجي كنت قو جيد كرائد حركة الشفاة كان طبعا مرحلة مختلفة تماما عن المرحلة الاعدادية والسانوية اللي مرت بممتحة سهولة نظرا لاني كنت بحب التعليم الزاتي يعني في المادة الواحدة كنت اشتري كل الكتب اللي موجودة بابا كان بيزور فالحمد الله من قبل ومن بعد 6 سنوات في كلية التب المشاقة الاساسية كانت ان الدراسة كلها باللغة الانجليزية كنت علمت نفسي اللغة الانجليزية والفرنسية وبعض الالمانية فما كانش في مشكلة خالص في اللغة المشكلة الاساسية كانت عندي الامتحانات الشفاوية الامتحانات الشفاوية كانت طبعا باللغة الانجليزية وانا متعودة او اتقنت قراءة حركة الشفاة باللغة العربية جي لغة وجي لغة تانية خالص فطبعا كل طلبة التبع عندهم نفس المشكلة الامتحانات الشفاوية لكن هما كانوا بيخافوا من عدم معرفة الاجابة بالنسبة لي انا كان خوفي هو عدم معرفة السؤال اما الاجابة فانا دايما كنت كفيلة بيها ومع الاسف يعني ما حدش من اساسات كل الطب سندني او تفهمني باستثناء استاذي ومثل الاعلى والمثل الاعلى لكل استاذ جميعي الدكتور استاذ دكتور طلعت الجيل استاذي الباثولوجي في طبعين شمس الوحيد اللي دعمني وتفهم كفاح طالبة صماء عايزة تكون حاجة كان بيجيني المراجع الاجنبية علشان اجد اجابات لأسئلتي اللي كنت بروح له بيها يقول لي هاتيها بنفسك فتعودت على التعمق الشديد جدا لدرجة التقمص يعني انا كنت بدرس الامراض وادغلغل في احوالي الخلايا لدرجة اوشك ان اصب بالمرض اللي انا بدرسه تحيانا كنت بصدي فعلا بعد شهر تحية من اعماق قلبي للاستاذي وامتي ناني لقابل جيل الدكتور طلعت تجيب ربني بارك في عمره اتخرجت من كلية التب وانا زوجة وام لبنتي الكبرى طبعا بسبب مشكلة الامتحانات الشفوية يعني كان حلمي ان اكون منهاية التدرس في الجامعة وكنت مؤهلة وكنت استحق صدقا كنت استحق لكن الدرجات الكتيرة او اللي كان بتدع مني في الامتحانات الشفوية احيانا الدكتور ما يرداش يكتب لي السؤال احيانا يتنرفز مني احيانا يحس ان انا بقول اي كلام كده علشان استدرر عطفه لدرجة ان احد الاساتيزة الكبار وكان رئيس قسم النسا في عين شامس في دمرداش ووزير الصحة فيما بعد قال لا يرحمه حاول اني حولني من الكلية وانا بسها ربعة وكان فادرس انا واحدة بس واتخرك دخل اللجنة وكان الدكتور تاني بيمتحني وكنت اعشق اعشق تخصص النسا وطبعا بدرس من المراجع والكتب الداسمة مش الملازمه كده فلاحظ ان الدكتور بيكتب لي السؤال فسألوا ايه ده بتكتب لها ليه بتكتب لها ايه قالوا اصلها ما بتسمعش الدكتور الفاضل وانا ممتننة صدقا ممتننة كان يعني من النوع العسبي والمخيف بالنسبة طلبة الطب وعموما كان طلبة زمائل بيغمع ليهم لو عرفوا ان هو اللي حيمتحنه فاحنا نقصين الترشي كمان في الكلية بفضل يا استاذ يوسف اني انا كنت متوجهة بعيني لي وقريت الكلمة دي لانها خرجت كل الزاقة وكل الادرنالين من جسمي الاستاذ الفاضل كان الدكتور ماهر مهران رحمه الله واسكانه فسيح جناته طلب من المعيد ان يروح يجيب الورق بتاعي عشان يحمولني من الكلية اعتله زي ما انا قاعدة مع حضرتك كده قلت له يا فاند ما فيش اي قوة على وجه الارض ممكن ان هتخرجني من كل دي قبل التخرج وحضرتك اعمل اللي انت عايزه لكن انا مش هترك الكلية فقرر انه يمتحني كنت خلاص انهيت امتحاني وقوبت زي الفل والدكتور مبسوط جدا جدا وغماز لي اني هاخد الدرجة النهائية فقال لي همتحني قلت له يا هلا كنت سعيدة جدا ومستخسرة المذاكرة اللي انا ذكرتها لان طبعا اتحاني الكالينيج كان بيبقى حالات معينة بنبقى عارفينها عارفين ايه يا كزا يا كزا يا كزا فكنت مستخسرة كل الجهد وكل المذاكرة دي فقعد لي كده على مدى حوالي ثلاث ساعات يا استاذ يوسف كنت جاب لي المنهج من اوله لاخره بسرعة والتكشيرة الشهيرة بتاعته بدأت تخف بدأت تخفى لدرجة بدأت يبتسم وانا في حالة بقى لا يعلم بها الا الله وبعدان فى الاخر بعد ما جاب الدكتورة بتاعي من شؤون الطلاب قال لي شوفي يا دكتورة انا حسقالك سؤال سألته لطالب مجسر مبارح ومعرفش يجاوبو أنا طبعا أنا بفعلا بدرس من المراجع بتاعة الدرسات العليا لكن ده بيقول ما عرفش يجاوبه قلت له تفضل يا فادي وهو في نصف السؤال جاوبته فورا فلا يرحمه الدكتور ماهر مهران وهو أستاذ فاضل فعلا يعني هنا هو كان غيور على المهنة ما كانش فاهمني قام من كرسي ومنتهى الابتسام لدرجة أنه تبتب على كتفي كده وسلم علي قال لي أنت معكزة روحي ربنا يوفقك كان فعلا يوم من أعظم أيام انتصاري وأنا ممتنة للدكتور ماهر مهران هو يعني من الأساذ العظام لطبعين شمس وأول من أدخل الموقات الصوتية لطبعين شمس لكن زي ما قلت لحدثك ما كانش فيه تفاهم قوي يعني